اشتركوا في القناة صندوق التعطل للأشهر إبريل ومايو ويونيو لعام 2020 وفق الحد الأقصى للرواتب المنصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي وذلك بقيمة إجمالية تقدر ب215 مليون دينار بحريني وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه لإحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال إعمالا بنص المادة 87 من الدستور وأكد معاليه بأن مشروع القانون يأتي تنفيذا لقرارات وإجراءات الحزمة المالية والاقتصادية بقيمة 4 مليارات و300 مليون دينار بحريني والتي جاءت وفقا للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة عكسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي بما يحافظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين بالتوازي مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين ومتابعة لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة حفظه الله وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة للقطاع الخاص للتعامل مع أثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظا على النمو المستدام وأنوها معاليه بأن هذه الإجراءات تدعم كافة الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره بما يحفظ صحة وسلامة الجميع مؤكدا على مواصلة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشرعية بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين ويصب في صالح الاقتصاد الوطني